تقدم عمر السيدة، السيدات المتأخرات عن الحمل، السيدات اللي بياخدوا تنشيط للطبويد، السيدات المدخنات، السيدات المستخدمات للوالب كوسيلة لمنع الحمل أو أقراص منع الحمل الهرمونية أو حادية الهرمون التي تصلح مع الرضاعة السبب الأكثر هو التهابات الحوض والأنبيب، السبب الأكثر الجراحات السابقة في الحوض أو حالات الحقن المجهري أو الستات اللي بتعاني من تأخر الحمل دول أكثر عرضة للإصابة بالحمل خارج الرحم نرجع من الفيديو ده، هعرض لحضراتكم بقى فيديو بيستعرض الأسباب الرئيسية بالتفصيل للحمل خارج الرحم منهم سبب غريب، ناس كتير ما تسمعش عنه وبعض الأطباء والأجيال الحديثة من الأطباء لا تسمع عنه عايزة أحكي لحضراتكم القصة عشان تعرفوا خطورة استخدام أي علاج أثناء الحمل على مدى الأجيال في ما بين الخمسينات لسبعينات القرن الماضي كانت السيدات اللي بتبقى حوامل وبينزر عليهم نقاط دم وهو ما يعرفه الأطباء بإجهاد منذر من الأدوية اللي بتوصف ليهم كمثبتات كمثبتات للحمل عشان الستات اللي فرحانين وكل شوية دخل عيادة دكتور النسى تقولك تبلي مثبت للحمل انت ما بتبتبليش مثبت ليه هو أنا مش محتاجة مثبت ما تديني مثبت بالمناسبة دور المثبتات ده المكتوب في كتب الطب لا دور لها في تثبيت الحمل ودوره الوحيد اللي مكتوب في بعض المراجع is to give the patient something عشان تخلص من صداع الست وزنها وطلبها ليه أدوية فاحنا بنديها حاجة تاخدها في إيدها ويا ماشي لكن ما علينا ما بين خمسينات لسبعينات القرن الماضي كانت السيدات اللي بتعاني من إجهاض منذر والحمل بتاعهم مهدد كانوا بيدوهم نوع من المثبتات اسمه دي اي اس داي اي سايلس تيلبسترول هذا من أنواع هرمون البروجستيرون الاصطناعي الوقت هرمونات البروجستيرون المستخدمة في الحمل بروجستيرون طبيعي هذا البروجستيرون الصناعي كانوا بيدوه عشان يثبت الحمل فالحمل جايز ما يثبتش ويجهد لأن دور المثبتات nothing للملهاش دور لكن السيدات اللي حملهم اكتمل وكانوا خدوا المثبت ده في أول ثلاث شهور اعتقادا أنه بيثبت الحمل وكانت حوامل فيه أنسة في بنت ولدوا بنات فيهم خلل وتغيرات تشريحية وتشوهات في الجهاز التناسلي يعرف الأطباء بعضهم لأن بقاش ده يعني حاجة متدولة كتير وندرة ومش كتير من الأطباء يسمعوا عنها الأجيال الحديثة من الأطباء يحصل حاجة اسمها تي شيب ديوترس قال للرحم على شكل حرف تي وضيق في قنوات فلوب فالستات اللي استخدموا المادة دي الضيق ثلوبستيربسترول كمثبت للحمل لما ولدوا بنات ولدوا بنات عندهم خلل في الجهاز التناسلي يخلهم عرضة أكتر للإصابة بالحمل خارج الرحم طب حضرك بتقول اكتشفنا الكلام ده ووقفنا استخدام المادة دي من سبعينات القرن الماضي يعني أصغر أصغر واحدة ممكن تبقى اتعرضت للمادة دي وهي جنين في بطن أمها عمرها الوقتي فوق 40 سنة فدي مش في سن الحمل آه بس اكتشفنا إن حفيدات الستات دول يعني في ست في نهاية الستينات من القرن الماضي كانت حامل وكان عندها إجهاض فدوها ضيق سالستيربسترول فولدت أنثة الأنثة دي عرضة لتشوهات تشريحية في تجويف الرحم والأنبيب بتاعتها الست دي كان عمرها تال عشرين سنة سنة تسعين وحملت وولدت وبنتها دلوقتي عمرها حاجة وعشرين سنة بعض حفيدات السيدات اللي استخدموا المادة دي اللي أوقف استخدامها من أكتر من أربعين سنة ما زالوا يعانيوا من تشوهات في الجهاز التناسولي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالحمل خارج الرحم